أكد رئيس عبدالفتاح سيسي أن القضية الفلسطينية تصدرت القضايا الإقليمية التي تناولتها المباحثات الثنائية مع نظيره الإسطيني وفي هذا الأطار شدد رئيس سيسي على أهمية تضافر الجهود للتوصل لوقف ثوري لإطلاق النار ومنع التساعة نطاق الصراعي بالمنطقة كانت القضايا الإقليمية والملفات الدولية حاضرة بقوة خلال مباحثات مع فخامة الرئيس وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية التي تناولتها مع فخامتي ذلك أن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة لوقف التسعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساعة نطاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا وأكدت أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق وهمية إقامة دولة فلسطينية زاد سيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر